السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ان شاء الله هتكونوا بخير و بصحة جيدة Hello everyone welcome to my channel hopefully everyone is doing well My recipe for today is parisian flan وصفة اليوم هي flan parisian flan ونحتاج لهذا الوصفة 250 غرام من الفارينة او الطحين I need for this recipe 2500 غرامز of flour, butter, nuts, المكسارات, الخميرة الحلويات, رشة ملح, vanilya, سكر, ماء بارد وحبابيد 1 egg, 2 tablespoons of cold water, 2 tablespoons of sugar, vanilya, baking powder and salt أولا في بول نحط الفارينة ونغرب لوها الفارينة 250 غرام In a large bowl I need to strain my flour 250 hundred grams of flour all-purpose flour Then add the half teaspoon of baking powder أضيفي ملعقة نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات أضيفي ملعقتين أكل من السكر Add 2 tablespoons of sugar وأضيفي المكسارات 80 غرام من المكسارات اختياري إذا ما حبيتش زيدي المكسارات زيدي 80 غرام من الفارينة Add 80 grams of nuts And mix a little bit خلطي هذه المكونات ثم أضيفي حبة على البيض خلطيها قبل ما تضيفيها للفارينة Add 1 bit of egg Then add it to the mixture of flour You can use honey instead of sugar تقدري تستعمل العسل في عدم تستعمل السكر أضيفي ملعقة صغيرة من الفارينة Add 1 teaspoon of vanilla Then 1 15 grams of raw temperature butter وأضيفي 115 غرام من الزبدة الطارية وخلطي كل المكونات بأصابع اليد من عجنوش نطم العجين Add pinch of salt أضيفي رشة من الملحة ونكمل نطم العجين بلا من عجنو لا تحتاجه فقط اضيفي رشة Here add 2 tablespoons of cold water وأضيفي ملعقتين أكل من الماء البارد ونفس العملية نطم العجين لمنع الجنوش وهذه هي النتيجة التي تحصلنا عليها This is my result أضيفي البرسطيق بخضب الملحة وضع ملحة لتفرض لتوصيص المدر اضيفي الأرعب لتوصيص الملحة البرسطيق وضعها في الثلاجة لمدة ساعة الآن نحضر الكريمة الآن نحضر الكريمة أحتاج 2 طبال شغر 2 طبال كورن ستارت 1 طبال فانيلا 2 أجزة جميلة 1 طب ملك نسحق الكريمة ملعقتين أكل من السكر زوج ملعق من النشا زوج حبات بيت كاملين ملعقة من الأكل تعلق الفانيلا ونصف لتر من الحالب في كسرونا نحط البيض والسكر والميزينة النشا زوج ملعق أكل النشا زوج ملعق أكل السكر وزوج حبات البيض نضيف نصف الكمية الحالب ونخلطهم مليح المكونات كل شي بارد ونخلطهم على قاكف كيف هاد المكونات في كسرول اضع 2 طبال شغر 2 طبال كورن 2 طبال كورن 1 طبال كورن أو أي طبال كورن أو أي طبال كورن 1 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 طبال كورن نقوم بالتحريك حتى الكريمة تبدأ تولي تقيلة كما هاد الشكل راكو تشوفوه الان حتى تولي تدي الفقاعات وتكون هكذا تقيلة في هاد اللحظة نطفي الفرن ونضيف ملعقة اكل من الفانيلا then when you turn your heat off add the one tablespoon of vanila نخلو الكريمة على جانب ونحضرو العاجين keep aside your cream until you open your dough استعملي ورقة الطهي باش تفتح العاجين باش يسهلك تاني العملية I'm using here the parchment paper to open my dough It's easy for me when I'm using the parchment paper نفتح العاجين تكون رقيقة شوية ونختاره اي صينية حبينا دائرية ولا اي شكل تختاره you need to open your dough a little bit thin and put your mold I chose this circle mold and you can choose any mold you prefer اخترت هذا الشكل تعصينية دائري ونتي تحبي تديري اي نوع نقوم بوضع الصينية فوق العاجين ونقلبوها ونتحصلوا على هذا الشكل ثم نصقموها بيدنا put your mold in the surface of your dough just flip it and you will get this result try to fix and push a little bit the corners the sides and this dough is very easy to fix it with your hands وهاد العاجينة سهلة باش تقميها بيدك عاجينة السابلي تشبه العاجينة السابلي نخدموها بيدنا with the ruler try to take off the extra of dough بوسطة العود او الحلال نحي الزوائد باش تتحصل على العاجينة على الشكل الدائري وبوسطة الشوكة او الفرشيطة اعملي ثقوب على العاجينة with the help of fork make some holes on the surface of your dough then add your pastry cream ثم اضيفي الكريمة فهدي الكريمة استعملت نصف لتر من الحليب I used half liter of milk in this pastry cream and you can use any milk you prefer or sugar you prefer لمدة 30 دقيقة وعلى 180 درجة انطيبوا التحليات اعنا ولا الفلان for 30 minutes at 350-100 Fahrenheit bake the dessert parisian flan brush the surface with honey to get this bright color كي طيب الفلان ندهنوا السطحة بالعسل باش يكون عندنا الوجه تاعه جميل ونحطوه يبرد في التلاهجا قبل ما نقسموه حوالي 3-4 ساعات you need to cool your dessert before you serve it about 3 or 4 hours وهذه هي تحلية اليوم parisian flan اللي نعتبره من اشهد تحليات ولي فكرني بطفولتي this is my recipe for today parisian flan one of my best and favorite childhood dessert ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون اعجبكم ونشكركم على المشاهدة ونشكر جميع المشتركين الجدد لي نضموا القناة ونقولهم شكرا hopefully you liked my video thank you for watching i like to thank all my new subscribers and welcome to my channel thank you again thank you again thank you ترجمة نانسي قنقر